إنها البداية لحاكم ولاية وداي إبراهيم ابن عمر محمد صالح بعد توليه قيادة الولاية إذ اجتمع بمسؤولي الأمن والدفاع وكذا الإداريين كل ذلك للتعارف والاستعداد للعمل المشترك لجلب الأمن والسلام هكذا يقول الحاكم تنمية أنا بلد بس مهم وأنا إن شاء الله أنا قدرها قدر نسوي بأي طريقة كما منظمات كما بارتنير دوله تنمية أنا بلد أن نخده قدام كان مشاكل الآخر ده كله بس حتى نترف ده نقدر نوصل لمرحلة بعيد ونقو مسل وأضاف حاكم ولاية وداي لابد من العمل الجاد لتنمية المنطقة ده وداي بصفة عام ده بيهتاج تنمية أبشي عنده مشكلة هنا ألمي أبشي عنده مشكلة هنا ترك طبعا مشاكل الغابلية ومشاكل الاتمائية ده في أي بكان قاعد لكن خلينا نحاوله نخده انتريار سيبرير انتريار هنا تشاد ده بس قدام يعني تشاد ده بس كوزي هقنا كلنا حسا كلها يعني لازم أننا نتكاتفه نتماسكه حتى نخدمه ده يمشي قدام وعشان نجيبه أمني وأمان واستخرار وليش عبنا ندر وداي بصفة عام ما نعزله زول وعشان بلدنا يمشي قدام كما أن حاكم ولاية وداي إبراهيم بن عمر محمد صالح ستكون له اجتماعات مع مختلف المسؤولين بالمنطقة اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر